وتستهدف التسهيلات الضريبية الجديدة دعم دور القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار وتبسيط كافة الإفراجات الجمركية وقلق وحدات لدعم المستثمرين ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي ووجود نظام المقاصة المركزية الشراكة بين وزارة المالية والممول الضريبي هي عنوان المرحات القادمة إسهاما في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية وذلك من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير في إطار الحزمة الجديدة ستعمل وزارة المالية على تجهيز منظومة متكاملة للمشاءات الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاؤها من عدد من الضرائب ومنها ضريبة الدمغة كما سيتم أيضا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ومن أبرز ملامح هذه الحزمة إقامة نظام مركزي للمقاصة لتسهيل على المستثمر أما مقابل التاخير الذي كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة فقد وضعت حزمة التسهيلات الجديدة حدا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة كما سيتم العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه حزمة التسهيلات الضريبية تشمل آلية جديدة متطورة لرد أعباء ضريبة القيمة المضافة تكون أكثر سهولة ويسرا بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين ويسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين وفي نهاية المطاف تأتي هذه الحزمة اليديدة كانطلاقة أولى في مصاري ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وهو الأمر الذي يتربع على أولويات السياسة المالية في المرحلة المقبلة